قرار تعريب وثائق معاملات بريد الجزائر وإلغاء استعمال اللغة الأجنبية وتعليمات الوزير الأول لطاقمه الحكومي بدرورة الالتزام بالتعامل والحديث باللغة الرسمية للبلاد يضاف إليه قبل سنة إلزام رئاسة أركان الجيش باعتماد اللغة الرسمية في واجهات الثكنات العسكرية فهل هي اجتهادات شخصية أم تحول رسمي حتى الساعة لا وضوح في مسعى تعميم تعريب الإدارة الجزائرية ولا إجابات عن الاستفهامات لماذا تأتي هذه الخطوة من الوزارة الأولى والبريد تحديدا وفي هذا الضرف وهل هي أولوية وهل سيعمم الأمر على باقي القطاعات ووفق إرادة سياسية لا يمكن الحكم عليها سوى بالتعطر وعدم الوضوح منذ الاستقلال تاريخ الجزائر الرسمية واللغة العربية بدأ سنة 63 أول دستور للجمهورية بصيغة الوجوب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت وقصر استعمال الأجنبية في نطاق ضيق رغم أن تعليم اللغة العربية آنذاك كان قليلا جدا المثاق الوطني لسنة 76 والذي تحول بعدها دستورا أغلق كليا النقاش خيار التعريب لا رجعت فيه لنا طموح ما هوش فقط أن نعرب أن نسترجع لغتنا ولكن أن نطور هذه اللغات نفس العزم استمر في فترة حكم الراحل شادلي بن جديد ليبلغ ذرواته بقانون تعميم استعمال اللغة العربية على سبيل الإلزام للإدارات وفي كل المحاضر العمومية والاجتماعة الرسمية بل وينص على إجراءات تأدبية في حال العكس لكن القانون كان مصيره التجميد تغير المعطيات واستقالة الرئيس بن جديد وتولي المجلس الأعلى للدولة بمكوناته التي قيل عنها أنها تنزح للغة الفرنسية أكثر من العربية منذ ذلك الحين لا حديث عن تطبيق هذا القانون المعلق باستثناء إشارات كما هو الحال في آخر دستور معدل يوكل المهمة للمجلس الأعلى للغة العربية قد يكون أحد المواضيع الجدلية وقد يكون التوقيت غير مناسب بترتيب الأولويات حتى وإن كان بعض العارفين والمتابعين يقولون أنها ليست سوى اجتهادات وتصريحات إعلامية تكذبها كما العادة الواقع تخلق جزائر رسمية لا هي عربية ولا فرنكوفونية تخلق جزائر رسمية